هكذا كانت الأجواء في المؤتمر الوطني الديمقراطي منذ أربع سنوات عندما قبلت هيلوي كلينتن ترشيح الحزب الديمقراطي الأمريكي للرئاسة وهذه هي الأجواء وبعد أربع سنوات لقبول جو بايدن ترشيح حزبه له لخوض الانتخابات الرئاسية ضد خصمه دونالد ترامب مشاهدوا خطاب بايدن عبر شاشات من منازلهم كانوا بلا الحماس الذي تحلوا به منذ أربع سنوات بسبب إقامة المؤتمر المنتظر وسط فيروس كورونا وبالنسبة لعدد المشاهدات نقص الحماس وسط الديمقراطيين لهذه الدورة الانتخابية تبين بشكل أوضح حيث حصل خطاب بايدن على ما يقرب من 22 مليون مشاهدة حسب شركة نيلسن مقارنة بنحو 28 مليون مشاهدة لخطاب كلينتون في 2016 هذا يعني أنه بحسب تلك الأرقام الأولية هناك انخفاض في عدد المشاهدات بنسبة 21% عن خطاب كلينتون كما أنه أقل بنسبة 38% من خطاب قابل الرئيس ترامب لترشيح حزبه له للانتخابات الرئاسية قبل أربع سنوات والذي جذب نحو 35 مليون مشاهد لكن نسبة المشاهدة لخطاب بايدن كانت الأعلى خلال أسبوع المؤتمر الذي تم خلاله بث عدة خطابات لسياسيين ديمقراطيين منهم كامالا هاريس التي ألقت خطاب قبولها لمنصب نائب الرئيس كما ألقى أوباما وزوجته ميشيل وهيلري كلينتون خطابات عبر شاشات مما قلل من الطاقة والإثارة المعتادة التي ترافق مؤتمرات الترشيح الرئاسي أما بالنسبة للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي سيعقد الأسبوع المقبل من المتوقع أن يظهر الرئيس ترامب يوميا خلاله ومن المقرر أن يلقي خطاب القبول من البيت الأبيض لين حسب الله العربية